بسم الله الرحمن الرحيم همزة كسرئين ذا الفتحة ذا إذا ألف سكون مد طبيعي إذا همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح لمسكون شمسية مضغمة سين شد فتحة الس مين فتحة ما السماء ألف مد واجب متصل السماء همزة ضماء السماء إذا السماء همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها هنا لا نقول بالفتح ولكن نقول بايه بالكسر طيب يبقى عندنا في همزة وصل لها أنواع لا إذا كانت كلمة أولها ألف ولام بنبدأ بها بالفتحة وإذا كان فعل إما أن نبدأ بها بالضم أو أن نبدأ بها بالكسر بالفتحة بيكون في حالة واحدة يبدأ بهمزة وصل مفتوحة إذا كانت همزة الوصل في أل التعريف التي تدخل على الأسماء زي الكلمة كلمة إيه السماء الكواكب البحار الكبور كل هذه كلمات معنا الإنسان كل هذه كلمات معنا في سورة الإيه الإنفطار يبقى بنبدأ بها بالفتحة متى إذا كانت إذا كانت همزة الوصل في أل التعريف التي تدخل على الأسماء زي إيه هذه الأسماء السماء الكواكب البحار طيب في هذه الحالة في هذه الحالة نبدأ بها بالكسر أم بالضم نبدأ بالكسر نبدأ بالكسر لأن هذا إيه هذا فعل يبتدأ بهمزة وصل مكسورة إذا كانت همزة الوصل في فعل ثالثه مفتوح ثالثه مفتوح طيب كلمة الإنفطرة دي الحرف الثالث إيه مفتوح يبقى بنبدأ بها بالإيه بالكسر بالكسر يبقى بنقول إيه همزة وصل وصل الوصلة الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالكسر ننسكون مع الإخفاء الحقيقي إن فا فتحة فا إن فا طا فتحة طا إن فطا را فتحة را إن فطا را تأسكون مع الهمس مهموسها فحثه شخص سكت هذه حروف الهمس مهموسها فحثه شخص سكت إن فطارت إذا السماء فطارت إذا السماء فطارت وفتحة وان همزة قسر إيه وإيه إذا الفتحة ذا وإذا ألف سكون مضي طبيعي وإذا همزة وصل وصل الوصلة الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتحة لام سكون كمرية مظهرة ال ك فتحة ك الك وفتحة و الك و ألف سكون مضي طبيعي الك و ك في كسر الك 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 بأضم الك وإذا الك و همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتحة ويبدأ بها بالكسر ننسكون مع الإخفاء الحقيقي تا فتحة انتا تا فتحة انتا را فتحة مع التفخيم انتا ثرا تا سكون مع الهمس مهموسها فحثه شخص سكت انتا ثارت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وفتحة و همزة كسر ا و ا ذا الفتحة ذا وإذا ألف سكون مضي طبيعي وإذا همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح لهمسكون كمريا مظهرة وإذا الب كسر ب وإذا ال ب ح فتحة ح وإذا ال ب ح ألف سكون مع التفخيم فج تأسكون مع الهمس مه موسها فحاسه شخص سكت فج وإذا البحار فج وإذا البحار فج وإذا البحار فج وفتحة و همزة كسرة اي و اي ذا الفتحة ذا واذا الف سكون مضي طبيعي واذا همزة وصل وسط الكلام لا تنتق ويبدأ بها اذا همزة وصل وسط الكلام لا تنتق ويبدأ بها بالفاتح لامسكون كمرية مظهرة واذا القفضمكو واذا القو باء ضمبو واذا القبو ووسكون مضي طبيعي واذا القبو وإذا القبور يضمب عين السكون بعث فتح مع التفخيم بعث تأسكون مع الهمس بعث وإذا القبور بعث وإذا القبور بعث وإذا القبور بعث عين فتح لم كسر لي من فتح عليما تأسكون مع الهمس مهموسها فحاثه شخص سكت عليما نون فتحانا فأسكون مع الهمس نفسين ضمتين مع الإضغام بغنى في الميم المشددة مع الفتح لأن الميم من حروف كلمة ينمو ثاني سين ضمتين مع إضغام بغنى في الميم المشددة مع الفتح لأن الميم من حروف كلمة ينمو نفس ما ألف سكون مضوط طبيعي ما قا فتحة قا دال شد فتحة قد مين فتحة ما قد ما تأسكون مع الهمس مهموسها فحثه شخص سكت قدمت علمت نفس ما قدمت وفتحة و همزة فتحة آ وآ خا شد فتحة واخر فتحة ر واخر تأسكون مع الهمس مهموسها فحثه شخص سكت واخرت علمت نفس ما قدمت واخرت علمت نفس ما قدمت واخرت علمت نفس ما قدمت واخرت تكرار من البداية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت إذا السماء فطرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت 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 وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وآخرت علمت نفس ما قدمت وآخرت علمت نفس ما قدمت وآخرت شرح الآيات الكريمة سورة الانفطار من مقاصدها تحذير الإنسان من الاغترار ونسيان يوم القيامة إذا السماء فطرت إذا السماء تشققت لنزول الملائكة منها وذلك من أهوال الساعة وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت متناثرة وإذا البحار فجرت أي فتح بعضها على بعض فاختلطت وإذا القبور بعثرت يعني القبور قلباء ترابها لبعث من فيها من الأموات علمت نفس ما قدمت وآخرت عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت منه فلم تعمل هذا والحمد لله رب العالمين